على هذا المشهد أنهت بورك نفاس يومها وبهذه الأجوة استقبلت يوماً آخر الدولة الأفقر في إفريقيا تستيقظ على مشهد جديد تسيده قائد المنطقة الثالثة المقدم بول هنري داميبا العقل المدبر للتغيير غير الدستورية مشهد حل فيه البرلمان وعلق العمل بالدستور إلى أجل غير مسمى أما الرئيس المطاح به روكابوري فلا أثار له سوى حديث جهة أمنية عن تواجده في ثكنة سانجلي لاميزانا في وقادوغو رفقة رئيسي الوزراء والبرلمان عقب هذه التطورات نددت قوى إقليمية ودولية بالانقلاب دعية إلى احترام الدستور وضمان سلامة الرئيس فيما دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه دور المؤسسة العسكرية يجب أن يدافع عن الدول والسكان وليس مهاجمة حكوماتهم ومحاربتها من أجل الوصول إلى السلطة هناك جماعات إرهابية تهدد بلدهم يجب أن يلتزم بأداء دورهم الاحترافية في حماية بلدهم والحفاظ على الديمقراطية فيها واشنطن والاتحاد الأوروبي طالبتا بالإفراج الفوري عن رئيس بورك نافاسو وحتتا جميع الأطراف على الهدوء وحل المشاكل بالحوار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مسافكي ندد بتغيير غير الدستوري على الرئيس المنتخبي ديمقراطيا بدورها أدانت الجزائر التغيير غير الدستوري الذي شهدته بورك نافاسو مؤكدة رفضها التغييرات غير الدستورية للحكومات التي تنتهك سكوك الاتحاد الإفريقي بورك نافاسو التي لم تعرف الاستقرار منذ 2015 شهدت عددا من الهجمات الإرهابية التي امتدت حتى إلى المؤسسات الأمنية وراح ضحيتها المئات وبسببها تشرد أكثر من مليون مواطن في الأشهر الأخيرة اشتاح المتظاهرون الميادين للتعبير عن غضبهم من فشل الحكومة والجهات الدولية الدائمة لها في مواجهة التهديدات الإرهابية معالم وقدوق بالوجوه الجديدة لم تحدد بعد لكن السؤال المطروح مصير بورك نافاسو بعد الخطوة الجديدة إلى أين؟ حسم انفلات المسلحين أم انزلاق البلادي نحو اضطرابات أخرى ترجمة نانسي قنقر